اكد رئيس الوزراء في مقاطعة كابك فيليب كويار أنه سيعيد النظر في نظام التقاعد الخاص بالنواب في الجمعية الوطنية وفي مقابلة خاصة بها صحيفة لسولي شدد كويار على أهمية الترابط في القول والفعل فحين تطالب الحكومة بإدخال تعديلات على أنظمة تقاعد موظفي البلديات يتوجب عليها من جهة أخرى أن تبذل قوصار جهدها لقرن القول بالفعل من خلال تطبيق تلك التعديلات على نظام تقاعد المنتخبين في الحكومة لكي يكونوا مثالا يحتذى للآخرين الجدير ذكره أن كويار هو رئيس الوزراء الأول الذي يعلن عن دعمه الصريح لتقرير اللجنة التي ترأستها القادية السابقة في المحكمة العليا كلير لورو ديبي وبموجب التقرير المذكور تقضي توصيات برفع رواتب النواب في الجمعية الوطنية من 88186 دولارا إلى 136 ألف دولار سنويا مقابل تخفيض الامتيازات وتقليص الجزء الذي لا تفرض عليها الضرائب وسحب التعويضات المالية بحال الانسحاب أثناء الولاية وتعديل أنظمة التقاعد ووصف كويار هذه المقاربة بأنها شاملة ولا يتكبد من خلالها المكلف أي مبلغ مالي إضافي طالب الحزب الكبكي الذي يشكل المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية رئيس الوزراء فيليب كويار بأن يتسلم ملف المفاوضات إلى جانب الأطباء بعد أن أشار الحزب إلى أن وزير الصحة جايتان بارات أخفق في دوره كمفاوض في هذا الملف الشائك وأكد زعيم المعارضة الرسمية والنائب عن دائرة شيكوتيمي ستيفان بدار أنه يتوجب على رئيس الوزراء أن يتوقف عن المماطلة وأن يجد حلا لهذا الملف الذي يتصدر الأولويات لجهة المالية العامة في كبك ولطالما شكك الحزب الكبكي في قدرة أبارات على التوصل إلى حل هذه المعضلة القائمة بين الحكومة والأطباء علما أن كبك تسعى إلى اقتطاع الزيادات الموعودة على رواتب الأطباء بواقع النصف أي من 540 مليون دولار للعام المالي 2014-2015 إلى 285 مليون دولار وهذا هو المبلغ الفعلي المدرج في الموازنة الأولى لوزير المالية كارلوس ليتاو توفيت يوم الأحد الماضي رئيسة بلدية لابريري لوسي روسيل في أعقاب تعرضها لوخز الزنبير وجار الحادث أثناء اهتمام روسيل بحديقة منزلها الصيفي في مدينة استراتفورد حيث داست دون قصدها على عشق للزنبير مما أدى إلى تفرق الحشرات والهجوم عليها ووخزها عدة مرات وتم استدعاء على الفور فريق الإسعاف الذي حاول إنقاذها إنما أسلمت الروح أثناء الانتقال إلى المركز الاستشفائي ولم يتم تحديد حتى الساعة تاريخ الجنازة علما أن روسيل انتخبت كمستشارة في البلدية عام 1999 وتمكنت من الوصول إلى رئاسة البلدية عام 2003 لتتسلم المنصب بالنيابة ومن ثم انتخبت رسميا عام 2005 وأعيد انتخابه عام 2009 ومن ثم عام 2013 تترك روسيل البلغة من العمر 51 عاما وراءها ولدين شاب في التاسع عشر وفتاة في الثامن عشر من العمر مع تذكير أن زوجها توفي في كانون الأول ديسمبر 2009 في أعقاب تعرضه لأزمة صحية هددت نقابة عمال كازينو موريال وكازينو لاكي ليمي في جاتينو باللجوء إلى الإضراب العام غير المحدود بحال لم يتم التوصل إلى اتفاق إلى جانب إدارة مؤسسة لوتو كيبك بحلول آخر الشهر الجاري وعمد عمال كازينو موريال وكازينو جاتينو إلى إضراب عن العمل أمس الأثنين استمر لمدة 24 ساعة للتنديد ببطء المفاوضات علما أن 1100 موظف هم دون عقد عمل منذ شهر أذار مارس 2013 ويتقاد العمل في الكازينو على طاولات القمار ما بين 17 و22 دولارا بالساعة الواحدة وإذا ما أضفنا الإكرامية من قبل رواد الكازينو فعندها يرتفع الأجر ليتراوح بين 21 و28 دولارا ويطالب موظفو الكازينو في موريال ولاكليمي بأن يعاملوا بالمثل كما هو عليه وضع نظرائهم في الكازينوهات الأخرى بمعنى الحصول على زيادة على الأجور بنسبة 2% في الخبر الأخير قررت لجنة تسمية الشوارع في كابك تخليد ذكرى النائب الليبرالي الراحل كلود بشار من خلال تسمية أول قسمين من الطريق السريع 85 باسم النائب السابق عن دائرة كاموراسكا تميسكواتا وأعادت المسؤول عن وزارة النقل في المنطقة جيلان سيرواء التأكيد على أهمية ترك بصمة الوزير الراحل على المشاريع التي كان يرغب بإنجازها نعيد التفكير أن الوزير الليبرالي السابق بشار توفي في أيلول سبتمبر من عام 2010 بعد إصابته بسرطان البونكرياس وكان يبلغ من العمر يومها 41 عاما مع هذا الخبر ينتهي الموجز شكرا للمتابعة موسيقى موسيقى موسيقى